وقعت مصر والإمارات والأردن على وثيقة التعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصونة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر وقد عقد الاجتماع بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبو ظبيا وذلك بحضور عدد من مسؤول البلدان الثلاث ووقع وثيقة المبادرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن يوسف محمود الشمالي ويأتي توقيع على وثيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاث وتماشيا مع القاعدة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة